مرحبا بكم في قناة English in 24 قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك لفيديو حتى تتواصل بكل ما هو جديد سوف نرى اليوم من بين أهم العبارات في اللغة الإنجليزية هيا لنبدأ باي دو واي على أي حال اشتريتوا مايكروفون سوف أتمنى أن يعجبكم الصوت إذا كان الصوت جيدا جدا لا تنسوا أن تضعها في التعليق مرحبا بالجميع اوكي لنبدأ بأهم العبارات التي نحتاجها بشكل يومي في اللغة الإنجليزية هناك من يقول هذا ليس صوتي ليس صوتي؟ إنه صوتي لأنني كنت لا أظهر على شكل يعني فيديو أظهر فيه هكذا أتحدث لكن هذا هو صوتي الحقيقي هيا لنبدأ اوكي أولا كيف نقول باللغة الإنجليزية ماذا يحدث؟ مثلا دخلت إلى مكان معين ووجدت شيئا وقلت ماذا يحدث هنا؟ أو ماذا يحدث؟ نقول ماذا يحدث؟ يمكن تقول ماذا يحدث هنا؟ ماذا يقع هنا؟ أو ماذا يحدث هنا؟ سنقول مثلا إذا كانت سيدة مريضة مثلا نقول She is sick هي مريضة سيدة مثلا مريضة لذلك الكثير من الناس اجتمعوا هنا She is sick أوكي كيف نقول باللغة الإنجليزية؟ مثلا التقيت بك أنت أنت أو أنت التقيت بك وقلت لي Hi teacher السلام عليكم أستاذ أقول لك Hi هل تعرفني؟ كيف نقول هل تعرفني باللغة الإنجليزية؟ نقول Do you know me? Do you know me? هل تعرفني؟ أنا لا أعرفك ستقول لها قد شاهدت فيديوهاتك يعني على اليوتيوب Do you know me؟ ماذا ستقول؟ ستقول نعم أنا أعرفك نعم أنا أعرفك نقول بلغة الإنجليزية Yes I know you Yes I know you نعم أعرفك كيف نقول كيف حال عائلتك؟ التقيت بك أهلا كيف حالك؟ الحمد لله كيف حال عائلتك؟ كيف حال عائلتك؟ نقول بلغة الإنجليزية How How's How's يمكن أن نقول How is فهي صحيحة لكن نستعمل هنا لإختصار نقول How's Your Family لا نقول Family Family No نقول Family How's your family؟ كيف حال عائلتك؟ How's your family؟ ماذا ستقول؟ ستقول عائلتي بخير كيف نقول عائلتي بخير؟ إنها بخير؟ أو عائلتي بخير؟ نقول My Family التي تعني عائلتي My family is fine My family is fine عائلتي بخير My family is fine كيف نقول مثلا نحن جالسون هنا وأتى شخص أو طفل صغير لكن يقوم بالدوضاء يعني صدع الراس نقول له اخرج الآن اخرج الآن نقول Go Now أو نقول له Go Out Now Hey Go Out Now اخرج الآن Go Out Now اخرج الآن كيف نقول مثلا نحن جالسون هنا وأحد ما يدخن بجانبي سأقول له أرجوك لا تدخن بجانبي لا تدخن بجانبي Don't نقول Don't smoke next to me Don't smoke next to me Don't smoke next to me لا تدخن بجانبي نقول Don't smoke next to me كيف نقول اتصل بي عندما تكون متفرغا مثلا الآن نحن يعني التقينا وقلت لك أرجوك اتصل لي عندما تذهب اتصل بي عندما تكون متفرغا نقول Call me When وين تعني عندما Call me when you are free Hey Call me when you are free Call me when you are free اتصل بي عندما تكون متفرغا Call me when you are free كيف نقول ماذا تفعل الآن مثلا اتصلت بك الآن او اتصلت بك الآن اقول لك ماذا تفعل او ماذا تفعلين الآن what are you doing now what are you doing now ماذا تفعل الآن what are you doing now رددها good perfect جيد هذا جيد what are you doing now ماذا تفعل الآن مثلا انا اعمل الآن اتصلت بي الآن او اتصلت بي الآن وقلت لي hi hi what are you doing ماذا تفعل الآن سأقولك ماذا سأقول أنا لأنني الآن يعني في العمل نقول I'm working now I'm working now انا اشتغل الآن ستقولي هل تشتغل الآن كيف نقول باللغة الإنجليزية هل تشتغل الآن او هل تشتغلين الآن نقول اسمع جيدا سأقولها بصوت جيد are you working now are you working now هل تشتغل الآن او قد تعني هل تشتغلين الآن are you working now كيف نقول نعم انا اشتغل الآن نعم انا اشتغل الآن نقول yes I'm working now yes I'm working now هذا صوت ليس بصوت جيد yes I'm working now يعني نعم انا بشتغل الآن yes I'm working now لاحظ الآن إذا أردت أو أردت أن تسأليني عن شخص ما ماذا يفعله الآن مثلا أوكي اسمعوا جيدا مثلا أردت أن تسألني عن الأم ستقول لي ماذا تفعل أمك الآن ماذا تفعل أمك الآن مالا ماذا ok right ok let's see here كيف نقول ماذا تفعل أمك الآن نقول what is your mother doing now what is your mother doing now what is تعني ماذا your mother what is your mother doing now what is your mother doing now